لأنه لأن نادي الأهلي ناجح لأن نادي الأهلي قمته في سوق الرياضة وكرة القدم والدعاية أعلى قيمة في تاريخ الرياضة المصرية لجمهور الأهلي هو الأكثر والأكبر في المنطقة كلها لأن نادي الأهلي بيحظى باحترام داخلي وخارجي دائما في كل البطولات والمناسبات اللي بيشارك فيها الحقيقة الموضوع ده مش من فراغ قلنا أن نادي الأهلي مؤسسة رياضية وثقافية واجتماعية لها تقاليدها الخاصة التقاليد والأسس اللي بيمشى عليها نادي الأهلي من ناشئته من 1907 والحد النهاردة وفي المستقبل إذا كنت تريد أن تعرف أين السر هذا هو السر سر الجماهيرية وحب الناس كل القيم والأخلاق هي سر التفوق الرياضي والاقتصادي للنادي الأهلي يعني مثلا هتلاقي النادي الأهلي ومن خلال تقاليده المتأصلة والمتوارفة جيل وراجيل بيحافظ دايما على قيمته وصورته الذهنية عند الناس لو عندنا أخطاء النادي الأهلي عنده أخطاء بيتدركها وبسرعة حريص دايما على المنافسة الشريفة في الملعب على كل البطولات وعلى كل الألقاب في كل الألعاب النادي الأهلي دايما له مواقف وطنية لأن النادي الأهلي من تأسيسه والحد النهاردة النادي بينتمي للدولة المصرية وبيمشي على نفس خط الدولة المصرية النادي الأهلي بيشرف مصر في كل المحافل بنجاحاته المختلف نقطة أخرى أو سر آخر الاحترافية النادي الأهلي بيتعامل مع أي موقف أو ملف باحترافية شديدة وزي ما كتب بيقول ظروف مختلفة كثيرة قد تكون جيدة أو قد تكون سلبية أو قد تكون إيجابية مرت على النادي الأهلي خلال الفترة الماضية خصوصا آخر خمس سنين من فيروس كورونا توقف نشاط رياضي خسارة بعض البطولات ولكن النادي الأهلي في دمن قياسي بيتدارك كل ده والسنة دي تحديد أنا هتكلم على السنة دي بيعمل موسم إعجازي إعجازي وبيشارك في كاس العالم الأندية في كرة القدم للمرة الرابعة على التوالي وبيشارك في بطولات العالم سلة ويد إحنا هنا بنتكلم على منظومة احترافية في الإدارة أما بالنسبة للشق الاقتصادي في النادي الأهلي دايماً بيكون مميز عن أي نادي تاني مش في مصر أنا بتكلمش هنا في مصر أنا بتكلم في قارة أفريقا يعني بنتكلم عن افتتاح مقر النادي الأهلي الرابع في منطقة القاهرة الجديدة يعني أربع مقرات موجودين بالمناسبة يعني الأهلي بقى مغطي القاهرة الكبرى تقريباً من شرقها الغربة يعني زايد وتجمع وسط جزيرة ومدينة ناصر حضرتك هنا بتتكلم عن وفاء النادي بكل التزامات المالية عليه رغم كل التغيرات الاقتصادية اللي بتحصل في صناعة الرياضة أنا هنا بتكلم عن النواحة الاقتصادية وصناعة الرياضة دي مش في مصر ولكن على مستوى العالم بنتكلم عن نادي ما عندوش مشاكل في الحصول على رخصة أفريقية في مختلف الألعاب لأن احنا الحمد لله والشكر لله ما عندناش مشاكل مع لعبين أو مدربين ما عندناش مديونيات لحد هذا هو سر تميز النادي الأهلي الاحترافية دي الحقيقة من وجهة نظري بتحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالتالي الموضوع له تفاصيل كثيرة جداً نتكلم فيها ونستعرضها ونقول زي ما احنا عايزين نقول عن النجاح الاقتصادي للنادي الأهلي في مختلف المستويات مش مست في كرة القدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر